السلام عليكم اخباركم اي يا ربي دايما بخير وصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نعمل شوية جرس بتاعة الافران اللي بحشوة السكر. وحنقول لكم السر بقى اللي بخلي السكر ما يطلعش برا الجرسة وزي ما انتو شايفينها كده. اه حضرنا اكتر من خمسين جرسة كمان. بكلو دجاج واحد. هي غالية على الفضل في الافران. رغم ان هي مجادرها وطريقتها ما فيش اسهل منها. ازاي يكون السكر او حشوة السكر دايبة فيها من جوة كده. وفي نفس الوقت ما يطلعش براها اثناء التسويق. لون موحد كده وطريقة وخفيفة كده وحلوة. تعالوا نشوف حضرناها ازاي وما تسوشوا اللايك. ولو لسه منوردني في القناة جديد. تفعلوا زر الجراسة على الكل عشان يوصلكم كل يوم ان شاء الله وصف جديد. اول حاجة معي كيلو من الدقيق ده كيلو لجميع الاخرار. لو انتو فلاحين وبنقولها في كل وصفة عشان خطر الناس اللي تبعتلي اه في التعليجات لو انا فلاحين وعندنا الغلة العلامة الاولى تنفع اه تنفع في المغوزات اللي زي دي. بس شرط انك تكونوا مجرابينها كده وتكون علامة لونها فتح كده او بيضة زي الدقيق الفخر بالزبط. ضفت عليها معلاجة بس صغيرة كده من الملح. وضفناش اي اضافات تانية على الدقيق نخلينه كويس وضفنا عليها معلاجة صغيرة من الملح. معي هنا كوباية من اللبن الدافي. هنضيف عليها اربع معالج كبار من السكر ومعالجة كبيرة من الخميرة الفورية. ممكن نستبدل اللبن بمية ممكن تستبدلوه بمية زي اللي عمل في الافران. بس احنا عملينا حاجة دي في البيت وعايزين تكون طعمها احلى كمان من بتاعت برة. وكمان تكون غنية كده ومغازية. فحطينا لبن. ممكن تضفو مية زي ما قلت لكم. وممكن تخلو كوباية لبن وكوباية مية. نجلب السكر مع الخميرة ومع اللبن. كويس. اللبن ده هو الحليب. عشان في بيكون صابح كده وطازة وينفع للغلية والشرب على طول. جلبنا السكر والخميرة مع بعض كويس. وهنا الدجيج طبعا ديفل له معالجة صغيرة من الملح. وهنستعمل لعدجان لو انت معدكوش عاديان طبعا على ايديكو عادي مفيش اي مشكلة. بس طبعا بيبقى ان هو موجود. فنستخدمه عشان خاطر دفعين في مبلغ وقدر برضا. آآ ضيفنا مجد دجيج. ما ضيفناش اي سويل هنضيف نص كباة من السمنة عليها نص كباة من الزيت. تقدر تخليها كلها سمنة. بس انا عايزها تكون زي نتيجة الافران. بتكون مفجاشة كده من فوق. او فيها سنة جرمشة كده حلو من فوق. فضيفته نص كباة من الزيت. ويفضل طبعا يكون نوع الزيت كويس عشان خاطر ادينا طعم كويس ونتيج حلو. هنبس بقى كل الدجيج بالسمنة والزيت اللي ضيفنه. ودي خطوة لازم ان تعملوها لان ممكن تقولوا نحط كلها على بعضه او السمنة والزيت على السويل. آآ حتديكم نتجة مختلفة. لو بس يتوفي الدجيج كده ستبقون بتفرج في النتيجة وبتكون في الطعم وفي الشكل كمان بتاعت الجرس. احلى من ما تضيفه السمنة وزيت على السويل. بتأكد ان كل الدجيج اتغلف بالسمنة والزيت كويس. اول بس فيه زي الكحك كده. وكل مدى كده نرفع لعجان ونجلب كل الدجيج اللي في الجناب كده عشان خاطر ما بيكونش يوصل له السمنة والزيت. انا عايز اقول اللي حبابات الدجيج تكون متغلفة بالسمنة والزيت. وعلى السرعة برضو اللي هي متوسطة كده عشان خاطر ما الدجيج ما يطلعش بره العجان. ويتجلب كويس مع السمنة والزيت اللي احنا ضيفينه. حد كده ماشيين تمام تمام. تسوشوا اللايك وصالوا على الرسول كده واسكوروا الله وانت دخلين المطبخ تعملوا اي حاجة حاجتكم ان شاء الله تكون فيها بركة كده وتخلص ما فيهاش فيها ولا غلطة. دخلوا كده وجلبوكم دعمت كل المعدجانات الافران حنا مالها معاكم ان شاء الله بطريقة ولا اسهل ولا ابسط من كده. بعد ما بسنا الدجيج كويس بالزيت والسمنة نازلنا بكوباية اللبن اللي عليها اربع معالك كبار من السكر وعليها معالجة كبيرة من الخمال الفورية من الدوابين كويس. انا عارف ان الدجيج بتاعي بيشرب سويل فعمضيف كوباية اللبن التانية. اما الكوباية التالتة باجة هنضيفها بالتدريج. وكده كده كيلو الدجيج هياخد معنا من كوبايتين وربع لكوبايتين ونص من السوايل. انا عندي الدجيج بتاعي عارف ان هو بيشرب سوايل زي ما قلت لكم فهضيفته نص كوباية اللبن التالتة كمان. يعني اخد منه كوبايتين لبن ونص كوباية التالتة. ممكن ياخد منكم كوبايتين وربع وممكن كوبايتين بس وممكن كوبايتين ونص زي ما اخد معي. فالكوباية التالتة نضيفها بالتدريج كده لحد ما نوصل القوامل اللي انتم شايفون ده. ونعجن بجاء على ادينا مش اجل من تمن دجاج وعلى عجان مش اجل من اربع او خمس دجاج. لحد ما اللاجل عجينة كلها نعمت معايا كده. ما فيش فيها اي تخريزة. ما فيش اثر للسكر والخميرة والسمنة واي اثر للمقانات اللي احنا نضيفينها. بجت نعمة معايا كده وبجت متماسكة. عجينة طرية نوعا ما كده ما بتلزكش لعر الرخامة ولا في ادي. شايفين ما شاء الله ولا عجان كمان نضيف ولا عجينة ملمسها ناعم زي ما انت شايفينها البتهاجلة واضح ان الملمس بتاعها ناعم ما فيش فيها اي تخريزة زي ما قلت. نحاول بس ننلمها كده وننكورها كده ونحطها في العجان تاني. وهنغطيها بجا ونسيبها تخمر كده على جمب. مش هتغب معايا في التخمير عشان قاطر الجو حر وضيفين اللبن دافي وضيفين كمان سكر مع الخميرة حيفعل الخميرة بسرعة. فاملتهاج لربعة ساعة نص ساعة بل كتير حتكون خمرها معكم. نغطيها الجيس عشان قاطر طبعا وشها ما ينشفش وبفوطة ونركينا كده على الرخامة عادي نرجع لها بعد نص ساعة هلا جاها اختمرت معايا وباجعت تمام. هنا كمان ما جاعدتش نص ساعة. انا جاعدتها حوالي بس ربع ساعة كده وبدأت ان نشكل فيها. ونقطع فيها وهي كده كده هتختمر معايا كمان على بال من خلاص التشكيل. نبدأ باجع نكورها ومشاء الله العدينا متماسكة معايا ولا بتلزج في الرخامة ولا في ايدي. هنكورها حجم الكورة زي ما تحبهم. بس عن نفس كده بنحب نعملها صغيرة عشان تديني نفس نتيجة الافران. وكمان تديني آآ الجرصة ما تكونش كبيرة زادها عن لزوم. فخلت الحجم بتاعها حوالي تلاتين جرام لخمسة وتلاتين جرام. مش ازاد من كده. هتلاجوا حجم الجرصة زي بتاعت الافران واحسن كمان. او زي ما شفتها معايا في بداية الفيديو كده. هنشكلها كلها كل مرة كنت بنوزنها معاكم. المرة دي مش هنوزن. آآ المرة دي انا خدتها كده بالنظر بس ما شاء الله حدمها برضو صغيرة مش كبير. والكيلو كمان هتقطع لي آآ مجادير كبيرة او هيعمل لي كمية كبيرة من الجرص. خلصتها تشكيل كلها او تقطيع. هنغطيها باقي بكيس لان زي ما انتم عارفين انا عندي شباك في المطبخ فبنشف لي العادين على طول بسرعة. فهنغطيها بكيس وكده كده حتى لو ما عنديش آآ بتاع شباك برضو هنغطيها. عشان خاطر ما تنشافش من فوق وتدينا نتاية كويسة. نحضر بقى الحشو او مجادير اللي هنحش بيها معايا الاول نص كبيرة من المية. ضفت عليها معلاجتين كبيرة من السكر. ومعايا كمان نص كبيرة من السكر ضفت عليهم معلاجتين كبيرة من الدجيج. ودي كمان الحشو. آآ حشوة السكر. لما تضيفوا معاها معلاجتين من الدجيج بتلاقوا الجرسة كده السكر دايب فيها وسايح فيها من جوة. بس في نفس الوقت ما بيطلعش برا الجرسة اثناء التسوية او في الفرن. فمعلاجتين الدجيج دولة بيزبطوا السكر بيخلوه يدوب كده في جلب الجرسة بس ما يسيحش ولا يطلع من العديد. نجلب السكر آآ اللي ضيفينه على المية عشان خاطر نغلف بيه السمسم. ده اللي هخلي السمسم متماسك معايا في الجرسة من فوق. ومعايا على الوش كمان سمسم ممكن تضيفوا سمسم على حبة البركة وممكن تضيفوا سمسم ابيض من بتاع الحلويات. بس انا ضيفة سمسم اللي هو الاحمر. زي اللي بتضاف الافران بالزبط. هنمسك باقة الجرسة ونفتحها فتحة بسيطة مش هنخليها راجيجة كده. عشان خاطر السكر برضو ما يكونش آآ على الوش كده من فوق. يكون في جلب الجرسة بالزبط. ونغلفها كويس ونضغط عليها كويس او نجفل عليها كويس عشان السكر ما يطلعش برا. وننزل في المية بالسكر وبعدين ننزل بالسمسم. همروكوا واحدة كمان دلوقت هتتاكدوا اكتر. هنمسك الجرسة نفتحها فتحة بسيطة. باقدانة. ونمسك معلاجة صغيرة كده من السكر اللي عليه مالكتين من الدجيج. ونجفل كويس عشان السكر ما يطلعش معي. وفي نفس الوقت برضو الجفلة ما يكونش واضح من تحت. وبعدين ننزل في المية من سكر وننزل بالسمسم على طول. المية من سكر دي هتديني لون حلو. وهتخلي السمسم متماسك معي. ونرص على طول على الصينية في صاج كده مش مدهون اي حاجة. صاج بس كده مخصول كويس ومتنشف كويس. كمان واحدة برضو معكم نفتحها كويس فتحة بسيطة ومش كتيرة عشان خاطر السكر يكون في جلب الجرسة بالزبط. عملت كل كل الكمية ما شاء الله. عملت معي كمية كبيرة الكيلو. وهنسيبه بجأ لحد ما حجمه يضاعف او يختمر. وبعدين ندخل الفرن. الفرن متولع معي على درجة حرارة متوسطة. في الرف اللي في النص على الشبكة. لو انا فرن بتجاز. حنشغل الشوية على الهادي ومن تحت على الهادي. ولو عندي مجهاز للحرارة حنخلي الحرارة على متين. انا مش عايز النار تكون عالية. عايزها تكون متوسطة كده او اعلى شوية صغيرين. بحيس ان هي تدي الناديجة الافران بالزبط في التسوية. سكر يكون دايب فيها. اللون كمان واخد اللون منفوجه من تحت كويس. ما عايزها تكون اه فيها سنة جرمشة كده من فوج او تفجيشة حلوة كده من فوج. زي اللي بنجيبها من الافران بالزبط. فخلوا النهر وسط ولما ادخلوا الصاج كل شوية كده تدلوا لفة كده او تدييرة كده عشان تاخدوا اللون الموحدة اللي انتوا شايفونه ده. اه انا خبزة الفرن بالجهاز العادي مش خبزة في فرن الكهرباء عشان قاطر ان تجي تطلع معاكو زي ما طلعت معايا بالزبط. في الرف اللي في النص. مولعة شوية من فوق هديتها شوية. ومن تحت على متوسط كده. وحطتت الصاج في الرف اللي في النص وبدأت الديارة كل شوية كده. نلفوا عشان ياخد معايا اللون اللي انتوا شايفينها الحلو ده. بتحلكوا واحدة كمان وتشوف السكر دايب فيها ازاي? ويسايح كمان كده وبصوا نتيجتها ما فيش فيها ولا غلطة. ان شاء الله عليها. زي بتاعة الافران واحلى كمان. سكر دايب فيها دوابان كده. فيها تجريشة كده من فوق حلوة او تفجيشة حلوة كده من فوق وفي نفس الوقت طريجي. هشة كده وخفيفة وتحفة ان شاء الله لو جربتها بالطريجة دي متأكدها انها هتأجيبكم وموش هتشتريها من الافران تاني. غليها كده في الافران على الفاضي. الواحدة بجد وقت بخمسة جنيه. برغم من كيلو الدقيق كله طلعها لي كم واحدة. اخدت بس نص كبات سكر في الحشوة وطبعا لو انت حابين تضيفوا جرفة آآ للحشوة ضيفهم بس انا ولادي مش بيحبوها فما ضفتش جرفة في الحشوة. ضفت سكر بس. نص كبات السكر هتضيفوا معاها مع لكتين من الدقيق. عشان خاطر تسيح كده السكر جوها وما يطلعش بره للجرس. مفيش واحدة طالع منها السكر بره زي ما كنت بنسمع ان السكر بيطلع من الجرس من بره كده. عشان خاطر طبعا مش ضيفين معا دقيق. بيسح بسرعة وبطلع من الجرس معانا. هنعبيها بقى بعد ما تبرد في اكياس وندخلها الفريزر منين ما نحب آآ ناكل مسلا مع الشاي فطار غدا عشان زي ما تحبوا نطلع الكيس على الرخامة كده حيفك معايا. او ممكن ادخلوا الماكرويف او الفرن حتى يسخن معايا حتكون زي اللي لسا عملناها بالزبط صبحة وطازة مفيش فيها ولا غلطة. ان شاء الله هتجربوها بالطريقة دي وحتعجبكم وحتجول رأيكم في التعليجات. وكمان هنعمل معاكم الجرس ان شاء الله السادة بتاعة الافران بنتيجة كويسة برضو. اتفاجنا بجأة ان احنا كل مغوزات الافران هنعملها في البيت. بطريقة سهلة وبسيطة. اي حد ممكن يعملها. اي ست بيت ممكن تجربها في ريح آآ الاكل. يعني مسلا لو هي بتعمل لغدا ممكن تعمل شوية جرس زي دول مش هياخدوا معناها وقت. وتطلع نتيجة كويسة ان شاء الله عليه. المهم اللي عادينا معانا طرية وحلوة. هشة كده وخفيفة. ممكن تحشوها طبعا اي اي حشو بتحبوها. حشوة حدج من شرط السكر بس. واتطلع معكم ما فيهاش فيها ولا غلطة. ان شاء الله هتجربوها وتجور رأيكم في التعليجات. واستأنوا مني وصفات كتيرة ان شاء الله في الايام اللي جاي. خاصة بالعيد الكبير وخاصة كمان آآ بالمغوزات بتاعة الافران. آآ شوفكم بقى في فيديو تاني وتجربوا الوصفات دي وتجور رأيكم في التعليجات. تجربوا لايك لو لست جداد معي في القناة. فعلوا زر الدرس على الكل عشان يصلكم فيديوهاتي واسبتكم فرعات الله مع السلامة.